تكنولوجيا الموبايل عالم واسع وهذا العالم بحاجة إلى مواكبة إيهاب تيفي تقربك أكثر فكن على قرب مننا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم إيهاب الصرفاند من قناة إيهاب تيفي في حالكم إن شاء الله بخير إن شاء الله مبسوطين واليوم إن شاء الله بدنا نيجي نشوف حاجة مهمة جدا والكل بدور عليها اللي هو تسجيل المكالمات في هواتف شاومي اليوم جبتلك كيف هتقدر تسجل مكالمات في الجهاز تبعك بدون برنامج بدون أي حاجة هخليك تسجل مكالمات على تطبيق اللي هو موجود عندك تطبيق جوجل اللي موجود عندك اللي فيش فيه تسجيل مكالمات هخلي يكون فيه عندك تسجيل مكالمات وهتجرب وهتشوف وهتدعي لي وهتقول لي بارك الله فيك بس خليني أجاوب على في أكمل سؤال سؤال الأول سؤال الأول فتح البوت لودر أنا عملت فيديو لعملية فتح البوت لودر بطريقة مفصلة وتعريف الهاتف على الحاسوب وكل حاجة عن هذا الموضوع بتلاقي إن شاء الله الفيديو حط لك يا بالعلام البيضاء الآن علشان تشوف هذا الفيديو وقت ما بدك عشان أنت تستفيد في هذه المعلومة سؤال الثاني سؤال الثاني تحديثات شاومي شهر تموز شهر سبع موجود فيديو بيوضح الأجهزة الاستكمالية اللي سوف يصل لها تحديثات 12.5 من هواتف شاومي حط لك أيضا الفيديو علشان تشوف الفيديو في العلام البيضاء سؤال الثالث بتسأل أي واحد بيقول لك الجهاز اللي معاي أنا نسخة شاومي عالمية صح؟ نسخة عالمية وكل الأجهزة اللي موجودة داخل كل الأجهزة اللي موجودة خارج الصين كلها أجهزة عالمية اللي في الصين هذي أجهزة صينية تمام لكن برا الصين في أجهزة عالمية الهندي مثلا الصيني الأوروبي العالمي الأندونيسي هذا الرموز عشان تعرف جهازك الشو النسخة اللي معك موجودة عملت فيديو أيضا كله 3-4 دقائق هتشوفه في العلام البيضاء الآن علشان تعرف إيش نوع جهازك سؤال الرابع وهو كالتالي سؤال الرابع بيقول لما أنا باجي أعمل أندرويد أو باجي بعمل تحديث أندرويد مثلا من 10 إلى 11 أو من 9 إلى 10 بيصير عنده مشاكل والمشاكل هذه موجودة سواء في أجهزة شاومة أو في أي أجهزة في العالم لما تنتقل من برنامج تشغيل إلى برنامج تشغيل بيحصل مشاكل لأنه في عندك ملفات موجودة سابقا وملفات جديدة صار في تضارب في بعض الملفات بتسوي لقايا بتسوي مشاكل بالإشعارات في حاجات كتير فإنت عشان تريح رأسك في فيديو مفصل في هذا الموضوع حط لك هي أيضا في العلام البيضاء علشان تشوفه وتعمل ما هو موجود في داخل هذا الفيديو الحاجة الخامسة والأخيرة في هواتف شاومي في سر رهيب هيعجبك كتير كتير في كل جهاز من أجهزة شاومي اللي هو السر هذا هتشوفه في الفيديو هتكيف عليه حط لك الفيديو الآن في العلام البيضاء علشان تشوفه وتقول بارك الله فيك هذه الخمسة الشغلات اللي حبيت أقولك عنها ومنرحب في كل المشتركين الجدد اللي انضموا إلى القناة جديدا أو انضموا إلى القناة حديثا كل الإخوة والأخوات والأصدقاء اللي موجودين أهلا وسهلا فيكو بالجميع نورتوا القناة القناة طبعا العيلة كبرت لأننا احنا أصلا عيلة وحدة ما منختلفش عن بعض سواء أنا أو أنتو أو كلكو كلنا إخوات وإخوة في هذه القناة اللي أصلا هذه القناة انبنت على أساسكم والآن بدنا نروح إلى الشرح ونشوف كيف إحنا ممكن نفعل تسجيل المكالمات على كل هواتف شاومي بدون أي برامج بدون أي تطبيقات بدون أي جهات خارجية بدون ما تستعين في أي حاجة وانت طبعا بتقول مش مصدق انت بتقول ما أقول هل تحكي كلام صح ولا إيش القصة هتشوف الآن وتشوف كلام صح ولا مش صح لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يصرق كل جديد يا حبي وهي إلى الشرح طبعا احنا بنعرف انه هواتف شاومي فيه تطبيقات فيه هواتف بتسجل اللي هي النسخ الهندية والنسخ الاندونيسية والنسخ العالمي ما بتسجل هنا مثلا معي اللي هو ريد ميكي 30 هذا مثلا الجهاز اللي هو عليه اللي هو روم اللي هو الأوروب المعدل عليه اللي هو لما نكون هذي لونها خضرة بتكون في تسجيل مكالمات تمام وهنا لو كانت لونها زرقة بتكون ما فيه هذا الأزرق هيك يعني هذا تطبيق جوجل اللي مش موجود فيه تسجيل مكالمات تمام هذا الجهاز اللي موجود معاي اللي هو بوكو اكستري هذا البوكو اكستري لو جينا مثلا طبعا هذا ما فيه تسجيل مكالمات اللي هو فيه موجوده له تطبيق جوجل نيجي هنا نحط مثلا اتصال على الشركة مثلا نحط نجمة واحدة من ثلاثة ونعمل عملية اتصال بيجيك الخيارات هذي زي ما انتوا شايفين بيجيش هنا طبعا اتصال جوجل بده ورجيك الان جهاز تاني هايو هذا الجهاز اللي هو بوكو اكستري برو عليه نفس تطبيق اللي هو تطبيق جوجل وعليه تسجيل مكالمات طلع طالع معاي تمام ايش هان هان فيه تسجيل ها هايو صار يسجل الجهاز صار عندك انا الان بدي أخلي فيه عندك تسجيل مكالمات زي هيك شايفو هذا التطبيق جوجل بدي أخلي فيه تسجيل مكالمات انتظر لهذا التشجيعات للذكار، يجب أن تتبع الخطوات الآتية، ا conquistأ لهاتف وهو التطبيق الهاتف يأتي إلى الحالات هذا التطبيق موجود في كل أجهزة المتحدة assist350V ونرجع بعد تحديث. هنا عملت له التحديث. نعمله فتح. هايه تمام فتح عندك. نرجع ثاني لجوجل بلاي. واتطلع معي هان. هذا اللي هو التطبيق الموجود على كل الهواتف. اللي هو فون باي جوجل. مدعوم من جوجل. وهذا هو الموجود اللي فيش فيه تزيير مكالمات. بدا نخلي فيه تزيير مكالمات. اطلع معي هان. تيجي هنا. تنزل تحت. في هنا شغل اسمها الانضمام الى برنامج الاستخدام التجريبي. الحين انت حتنضم الى برنامج الاستخدام التجريبي. وشو فيش صير معك. هايه الانضمام. تيجي الانضمام. هل تريد الانضمام الى البرنامج التجريبي؟ نظرا لان الميزات تحت الانشاء قد تكون الاصدارات التجريبية غير مستقرة. فيش مشكلة. قل له انضمام. تمام. طلع شكتب هنا. بعد ما انت قلت له الانضمام. بقول لك. يتم الان اضافة حسابك الى البرنامج قد يستغرق هذا الامر بضع دقائق. هنا اذا ممكن تعمل مغادرة او تعمل مزيد من المعلومات. الحين انت حتنضم انت الى البرنامج. التجريبي لجوجل للمكالمات. ومباشرة بعد ما تنضم هيجيك تسجيل مكالمات. ويصير عندك تسجيل مكالمات. وانا كمان جربت تسجيل مكالمات. انا بالنسبة لي اللي عندي انا ساكن في غزة في فلسطين. فيش عندي مشكلة في موضوع تسجيل مكالمات ولا بيعطي اشعار اصلا للطرف الاخر وما فيش اشعار. يمكن يكون في بعض الدول بيعطي اشعار ما بعرف. كل واحد يجرب ويقول لي. الان ايش بيصير معك. طبعا هادى الاضافة بتتم مش في خلال دقائق. ممكن تطول شوي خلال ساعتين تلاتة انا جاعدت معي في اجهزة جاعدت معي حوالي اه يوم كامل. الحين بتدور جيك معي انا فيه جهاز جاعد معي يوم كامل انضمام الى البرنامج التجريبي. وزبط مية في المية ورجيكو اياه. هادى الجهاز المية تن اللي هو عليه اللي هو اللي هو الروم الاوروبي بديه. ورجيكو اشعار معي. طبعا فش فيه تسجيل مكالمات ولا عمره كان فيixí Pur 뭐 اغلبني كتير كتير في موضوع تسجيل مكالمات. ودوارت اكتر مرة فش غير طريقة الفتح اطلع انا ايستويت نفس الطريقة اللي انا ورجيتك اياها واططلع اشعار في الجهاز. هاينا عملت الاتصال والاطلاع اشعار معاي ما كان يصير عندي، هايو. تم تسجيل المكالمات. وصار معنا هناك تسجيل مكالمات وصار فيهジャively put It all of those and sell and make it easy. طبعا بعد التسجيل هذه هي سجلت هارت المكالمة هي المكالمة تسجلت. بعدما تسجل بدي انا اوجيك كيف انت ممكن تطلع المكالمة تيأي هنا بعدما تعمل اتصل للمكالمة عشان تdockل تضغط على هيك. وبيجيك انا اللي هو تزيل المكالمة مقطع نرى هنا هاي بتضغط في للا. لخدمة التنقل الرقمي اضغط旧 لخيارات اعادة الشحن. اضغط اسمان. للحصول على رمز في اغلاق الشحن. طبعا المكالمة ندربالك المسجلة صوتها كويس. وهسمعك الان صوت مكالمة مسجلة وتسمع المكالمة. هي عند سجيل المكالمات انا عملت مكالمة الان. واسمعك صوت المكالمة كمان عشان تتأكد انه الصوت كمان ممتاز جدا. ورائع وقوي بين الطرفين كمان ممتاز ها? اسمع. هاي نسمع. انا اسمع. انا بجرب في الصوت عشان المكالمة هذه بدأت نزعف الفيديو. كيف الصوت عندك? لا تمام تمام. تمام. اجاك صوت ايشي يقال لك في تسجيل يعني اجاك اه اه تحذير قال لك انه المكالمة بسجل اسم ايشي ولا لا? لا 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 ما اجاش. يعني انزيع المكالمة هذه في الفيديو ولا كيف? لا تمام. يا را عطيك العافية. الله عافيك. كيف الصوت? الصوت ممتاز جدا. طبعا خلينا بعد انت ما تعمل عملية اللي هو طلب اللي هو الانضمام الى البرنامج تجديه اللي هو التجريبي. هيجيك بعد ما انت تنضم وتخلص بيجيك الرسالة هذه بالضبط. اول تسجيل مكالمة بيجي عندك لما تيجي تسجل بيجيك هذا الاشعار. هل تريد تسجيل المكالمة? قد تكون انت او المتصل في مكان يتطلب موافقة كل اه كلا الطرفين على تسجيل المكالمة. سيتم اشعار طرفي المكالمة. طبعا انا ما مش موجود عندي اشعار. ما بعرف هذا بناء على شركة الاتصالات الموجودة عندي في كل منطقة تختلف. او يعني هنا بيقول لك طبعا انه سيتم اشعار طرفي المكالمة. مصبغ بان هالمكالمة يتم تسجيلها. عليك اتباع القوانين المتعلقة بتسجيل المحادثة. سيستخدم ميزة تسجيل المكالمات بشكل مسؤول ولا تفعل هذه الميزة الا عندها اللزوم. هذا بيجي اشعار تعمله طبعا بدي التسجيل وبتسجل فيش مشكلة. طبعا الاشعار انا ما بيجيني ولا شفته ولا بعرف عنه اي حاجة. انت بتجرب عندك وبتقول لي هل اشعار موجود عندك ولا لا. طبعا ممكن يجيك التأكيد للانضمام بعد يوم بعد خمس ساعات. على حسب ما تجلق ولا ايش هيجيك الانضمام. طبعا بيجيك اللي هو النظام بصير بتخش على جوجل بلاي بكتب لك فون باي جوجل تجريبي. بصير عندك هنا هاي اش مكتوب هنا? انت احد مختبري لاصدار التجريبي. انا يعني بقول لكل واحد ينضم علشان الاختبار التجريبة هيكون خلال فترة بسيطة ممتلئ ومش هتقدر تنضم. فكل واحد ينضم للاختبار التجريبي لجوجل وهي طبعا ازا بدكاش انت مش عايش بك تعمل مغادرة. فس ليش تعمل مغادرة طالعا ما اموكر تمام تمام. تعملش مغادرة وهيو انت صرت ضمن المسجلين. طبعا بيطم التسجيل ضمن اللي هو احساب جوجل. اللي هو اللي بسموه جيميل. هذا خلينا نيجي نشوف بدنا كمان نجرب نشوف ايش اللي عليه. عليه اللي هو هالجوجل ولا لا اللي هو تطبيق. طبعا انا عملت فيديو اللي هو اللوغو شاومي الجديد اللوغو ام ايو. هاي شايف اللوغو هادا. عملت فيديو عنه. حط لك اياه في صندوق الوصف. علشان تقدر تعمل اللوغو هادا على جهازك وبطريقة سهلة جدا. هايو عليه اللي هو برضو اللي هو باي جوجل. بنعمل هنا. هايو هنا بنعمل اللي هو الانضمام الى البرنامج. هاي انضمام. وهي هنا انضمام. وبهيك انضمينا الى التجريبي. وخلال ساعات بيرده علينا. هو بيكتب لك خلال اه ممكن دقائق لكن بيطول عليك. برد عليك ممكن بعد يوم بعد اكم بخمس ست ساعات. لا تقلق. وبهيك كانت طريقة رائعة جدا. وصريقة بدون اي شغلة. لانضمام هذا البرنامج وتسجيل المكالمات. ان شاء الله يكون الفيديو اعجبكو. صحيح الفيديو انا غلبني كتير لما انا اصلت لهذه المرحلة وعرفت السر في موضوع تسجيل المكالمات. جربوا واحكولي في التعليقات ايش يصار معكو. وانا برد على اغلب التعليقات اللي موجودة عندي. على القناة على اليوتيوب. وعندي على الاستجرام. وعندي على الفيسبوك. وعندي على تيك توك. وعندي على كل مراكز ومواقع التواصل الاجتماعي. ومنصات التواصل الاجتماعي. في موجود الي صفحات ولي قنوات. وعندي قناة ايضا كمان على تيليجرام. بتقدر تتواصل لحل اي مشكلة. وكل موجود في صندوق الوصف. من الفيديو اعجبكو. والى اللقاء في فيديو اخر. ما تنساش الله يكون اشتراك في القناة. وتفعل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.